بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك إنك علام الغيوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في فيديو اليوم على قناة الأستاذ هنتكلم عن تصريحات جديدة وخطيرة أثارها الناشط السياسي الشهير عمر بن عبد العزيز حول مستقبل ولي العهد محمد بن سلمان ومستقبل المملكة في ظل التحديات الداخلية والخارجية اللي بتواجهها عمر بن عبد العزيز اللي دايما ما بيكون في مقدمة الناشطين اللي بينتقدوا السياسات السعودية كشف عن معلومات وأسرار خطيرة قد تؤثر على استقرار نظام الحكم وعلى استمرار محمد بن سلمان في سدة الحكم حسب تصريحات عمر عبد العزيز الوضع الحالي بيمثل تهديد كبير للحكم وخصوصا مع زيادة التوترات داخل الأسرة الحاكمة وتصاعد الانتقادات الدولية بسبب حقوق الإنسان والوضع السياسي في المملكة الفيديو ده بيطرح أسئلة كتيرة حوالين إمكانية وجود صراعات داخلية أو تهديدات جاية من الخارج ممكن تهدد بقاء ولي العهد في السلطة عمر بن عبد العزيز وضح إن في تغيرات واضحة بتحصل داخل السعودية وإن في ضغوطات قوية من أطراف داخلية وخارجية بتطالب بتعديلات جذرية في طريقة إدارة الأمور من بين النقاط اللي أشار ليها هي وجود قلق كبير داخل الأسرة المالكة بسبب السياسات الجديدة اللي اتبعها محمد بن سلمان واللي بتميل للقمع والسيطرة على الأصوات المعترضة داخل المملكة عمر حذر إن الأسلوب ده ممكن يؤدي لنقمة داخلية وخصوصا بين أفراد الأسرة الحاكمة اللي بيشوفوا إن فيه تهديد لمصالحهم وأدوارهم في الحكم وعلى الجانب الدولي عمر بن عبد العزيز ركز على الانتقادات الدولية المتزايدة تجاه محمد بن سلمان بسبب ملفات حقوق الإنسان والحرب في اليمن والتدخلات في دول أخرى زي لبنان وسوريا وقال إن العالم بقى أكثر انتقاداً للأفعال دي وإن في بعض الدول بتضغط على السعودية لتغيير مسارها الحالي وهنا تكمن الخطورة حيث إن ولي العهد ممكن يلاقي نفسه في مواجهة معارضة مش بس من الداخل لكن كمان من الخارج مما يضعف موقفه ويهدد استمراره في الحكم في النهاية متنسوش إننا بنقدم المعلومات دي بموضوعية كاملة وهدفنا إننا نوصل للحقائق بدون تحيز ونطرح التساؤلات اللي ممكن تكون في أذهانكم شكراً ليكم على المتابعة وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد